السلام عليكم سبق تكلمنا في امور يا جماعة امور مهمة جدا وفي مواضيع حساسة جدا ففي اماكن يعني فيها خدمات اكثر للمواطنين والمواطنين محتاجين لهم اكثر ولان هذه الخدمات مهمة لهم ولعوائلهم ولابنائهم وهناك مثلا نقاط كثيرة فليس تخبط عشان ما نحرق الموضوع يا جماعة ونطلع بصورة ايجابية الكل يستفيد فلنتكلم عن نقطة اللي عارف عن ذي النقطة ويقدر يناقش ونوصل لشيء ايجابي بدون نقد سلبي خلي شارك امو لا تيبقوا النقاط ثانية حتى لو النقاط ثانية صحيحة لا تدخلونها مع ذي النقطة يا جماعة رجاء احنا هدفنا نوصل لحل لكم احنا الحمد لله بخير بس لازم واحد يفاكر في غيره ولا يفاكر في غيره يا جماعة لا يكون عبالكم هاي متعة ولا شهرة لا والله تحصل الهم والغم وكدر وضيق والله تحس بك آبة لنتشيل هموم الناس ومجرد تفكر في همومهم ومشاكلهم لكن الشيء اللي عور القلب لنتشوفها ذي اللي ضدك ضدك ترى فيه ناس يحاولون يحرقون الشخص اللي تذيه هنا قاعد تكلم عن أمور فساد عن بعض الفئات قاعد تكلم عن بعض الأحزاب والجمعيات زل هاذا عداد بالآلاف هاي كلهم ضدك يحاولون يحرقونك واقرب الناس ترى وفي ناس انت تساعدهم وينقلبون ضدك ويحاولون يحرقونك وعرفهم والله عرفهم واحد بواحد بس نلعب نمشي اللعب على قولاتهم وماحد يوقف وياك ترى لا تعتقدون ان انا هنا واحد بيوقف وياك وماحد يوقف وياك ووقت الشدك اللي تخلى عنك عمي واحنا قاعد خاطر عدوات حسد حق كراهية تهديدات ايه امور قاعد نتكلم عن الوطن قاعد نتكلم عن الأمور سياسية اكيد تحصل ترى لا تعتقدون امور سهلة ترى امور خطيرة قاعد نجازف علشانكم وبعدين تحصل ردد فعل منكم سالبي وهي شي متوقع ترى الناس ايه مو بغالطة بس في نقطة ما يفهمونها ينقلبون عليك وينسونك ويذمون فيك ترى لو انا افكر شذينا في صغيري ليش اكثر من الثقفين والناس دينا ما يتكلمون يقول ليش اتكلم قادر ان كل شي يصير ضدي والانتقادات وبعدين شا حصل والناس اللي يتكلمون يقول لا انا انتكر احصل لشي شوفوا وقت الاحداث في ناس كانت انهم يتمنون ذي الشي يصير ليش؟ تكلموا عشان يحصلون مصالح انتهز الفرصة وطلبات وكذا وكذا للأسف للأسف وين الوطنية ما ندري كل قاعد يفكر في روحة ولان انتي تفكر في غيرك بعد نقلبون عليك وشكرا